نص علمي حول تثير العوامل الخارجية على إنتاج الكتلة الحيوية أولى ثانوي علوم تجربية زائد مخطط توضيحي يوضح ذلك قبل مشاهدة النص العلمي يجب عليك عزيزي الطالب عزيزتي الطالبة أن تعرفان النصوص العلمية لا تحفظ ويجب أن تحفظ منهجية كتابة نص علمي كما وضحناها لكم في الفيديو السابق على قناتنا التعليمية قناة ثقافة قلم النص العلمي يكتب كالتالي واحد مقدمة تحتوي تمهيدا مبسطا للموضوع وتحتوي المشكل العلمي اثنان عرض يتم التطرق فيه بعرض أهم النقاط التي تجيب بها على المشكل العلمي المطروح والربط بينها بأسلوب علمي دقيق ويستحسن في العرض أن يكون على شكل عناصر ثلاثة خاتمة وتحتوي إجابة مختصرة ودقيقة لما تم تناوله في العرض والآن أعزاء الطلاب والطالبات سنعمل على كتابة اثنان نصوص علمية إجابة على نفس السؤال عن تأثير العوامل الخارجية على إنتاج الكتلة الحيوية كي تفهم أكثر شاهد الفيديو للنهاية ولا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة قناة ثقافة والآن نتابع كتابة النص العلمي الأول تأثير العوامل الخارجية على إنتاج الكتلة من أجل رفع إنتاج الكتلة الحيوية النباتية وتلبية الحاجيات الغذائية يعمل المتخصصون في المجال الفلاحي على التأثير على نوعية التربة من ناحية الخصائص الفيزيائية والكيميائية باعتبارها الأساس الذي يقوم عليه النظام الزراعي كما يتم كذلك التحكم في العوامل المؤثرة على شدة التركيب الضوئي فما هي العوامل المتحكمة في إنتاج الكتلة الحيوية وكيف يتم التحكم فيها اثنان العرض من العوامل المتحكمة في تحسين الإنتاج الزراعي لدينا العوامل الترابية ويتم تحسينها بالتأثير على الخصائص الفيزيائية والكيميائية للتربة من خلال الحرث الذي يساعد على تهويتها وزيادة مساميتها التسنيد الذي يساهم في تزويد التربة بالمواد العضوية كبقايا الحيوانات أو المعدنية كالين بيكه السقية الذي يتم بتقنيات مختلفة كالري بالتقطير والرش الأفقي والذي يزيد من رطوبة التربة ويسهل امتصاصها للأسمدة العوامل المناخية وهي الحرارة والإضاءة وتركيز الكو اثناني حيث لكل عامل قيمة مثل خاصة بكل نبات تكون عندها شدة التركيب الضوئي أعظمية قصوى وإذا ابتعد أحد العوامل عن قيمته المثلى سواء بالزيادة أو النقصان فإنه يحد ويمنع تأثير العوامل الأخرى فتتوقف ظاهرة التركيب الضوئي ويسمى هنا بالعامل المحدد يتم التأثير على العوامل المناخية المذكورة سابقا من خلال الزراعة المحمية كالدفيئات والبيوت البلاستيكية لأنها توفر للنبات القيم المثلى التي يحتاجها كما تحميه من العوامل الخارجية كالحشرات المتطفلة الخاتمة وبالتالي يتم تحسين إنتاج الكتلة الحيوية بتوفير العوامل الترابية والمناخية الملائمة والآن سنتباع كتابة النص العلمي الثاني مع اختلاف بسيط بين النصين وجميعها صحيحة نص علمي حول تأثير العوامل الخارجية على إنتاج الكتلة الحيوية واحد المقدمة من أجل رفع إنتاج الكتلة الحيوية النباتية يعمل المتخصصون على التأثير على العوامل الخارجية سواء العوامل الترابية أو العوامل المؤثرة على شدة التركيب الضوئي فما هي هذه العوامل؟ وكيف يتم التحكم بها؟ اثنان العرض باعتبار التربة الوسط الذي ينمو فيه النبات فانه سيؤثر حتما على إنتاجيته ومن أجل تحسينها يجب التأثير عليها سواء خصائصها الفيزيائية القوام والمسمية والكيميائية نسبة الأملاح المعدنية وذلك من خلال الحرث الذي يساعد على تهويتها وزيادة مساميتها السقي الذي يزيد من رطوبة التربة ويسهل امتصاصها للأسمدة بالإضافة إلى التسميد الذي يساهم في زيادة المواد العضوية والمعدنية للتربة أما بالنسبة للعوامل المؤثرة على شدة التركيب الضوئي نذكر منها الحرارة والإضاءة وغاز ثاني أكسيد الكربون حيث لكل عامل قيمته العظمى التي تختلف باختلاف النبات وإذا ابتعد أحد هذه العوامل عن تلك القيمة فان عملية التركيب الضوئي ستتوقف وبذلك سيعرف ذلك العامل أنه عامل محدد يتم التأثير على هذه العوامل المناخية من خلال الزراعة المحمية كالبيوت البلاستيكية والدفيئات لضمان توفير القيم المثلى التي يحتاجها النبات ثلاث الخاتمة نستنتج مما سبقا هو يتم تحسين إنتاج الكتلة النباتية ومنه تحسين إنتاج المحصول الزراعي وتحقيق الاكتفاء الذاتي وضمان تلبية الحاجيات الغذائية والآن نشاهد المخطط التوضيحي يوضح تأثير العوامل الخارجية على إنتاج الكتلة الحيوية شرح لمخطط حوصلة تأثير العوامل الخارجية على إنتاج الكتلة الحيوية كما تشاهدون أعزائي الطلاب هذا المخطط يلخص العوامل الخارجية المؤثرة على إنتاج الكتلة الحيوية والتي تنقسم إلى قسمين رئيسيين العوامل المناخية والعوامل الترابية 1- العوامل المناخية تشمل عدة عوامل طبيعية تتحكم في إنتاج الكتلة الحيوية وهي 1- الحرارة تؤثر درجات الحرارة على نمو الكائنات الحية وعلى العمليات الحيوية 2- الضوء ضروري لعملية البناء الضوئي وبالتالي يؤثر بشكل مباشر على الإنتاجية الحيوية 3- تركيز ثاني أكسيد الكربون كو إثنان يلعب دورا رئيسيا في عملية البناء الضوئي 4- التساقط المطر المياه ضرورية لنمو النباتات والتفاعلات الحيوية زائد هذه العوامل يصعب التحكم فيها في البيئة الطبيعية المفتوحة لكن يمكن تحسينها أو التحكم بها في بيئات زراعية محمية مثل البيوت البلاستيكية أو الزجاجية 2- العوامل الترابية تشمل الخصائص الفيزيائية والكيميائية والبيولوجية للتربة التي تؤثر على إنتاج الكتلة الحيوية مثل 1- الخصائص الفيزيائية بنية التربة وقدرتها على الاحتفاظ بالماء والتهوية 2- الصاص الكيميائية توافر العناصر الغذائية مثل النيتروجين والفوسفور 3- الخصائص البيولوجية وجود الكائنات الحية الدقيقة المفيدة للتربة حيث يمكن تحسين هذه العوامل نسبياً عن طريق ممارسات زراعية مثل 1- الحرث لتهوية التربة وتحسين تصريف المياه 2- الري لتوفير كمية المياه المناسبة 3- التسميد لإمداد التربة بالعناصر الغذائية العضوية والمعدنية الضرورية العامل المحدد يمكن أن يكون أحد هذه العوامل، سواء المناخية أو الترابية، هو العامل الأساسي الذي يحدد إنتاج الكتلة الحيوية، خصوصاً إذا كان قريباً من حده الأدنى المطلوبة للنمو وهنا ننتهي من كتابة النص العلمي بمنهجية صحيحة شاركنا رأيك في التعليقات مع تمنياتنا لكم بالتوفيق والنجاح ترجمة نانسي قنقر